المتهم الرئيسي في قتل 49 شخصاً في مسجدين في نيو زيلاندا يوم الأربعاء ظهر في المحكمة بتهمة واحدة هي القتل وحذرا لقفص الاتهام في قميص سجن أبيض وأصفاد أو قيود المزيد من التهم من المتوقع أن توجه ضده وقالت جاكيندا آدن بأن تارنت لديه رخصة سلاح وامتلك خمسة أسلحة وأضفت بأن قوانين سلاحين سوف تتغير شخصين آخرين رهن الاعتقال ولا أحد من هؤلاء المعتقلين لديه سجل إجرامي محتجز معتقل سجل إجرامي سجل إجرامي وقد وصف الوزير الأول الأسترالي سكوت موريسون مستر تارنت الإرهابي بأنه إرهابي عنيف ومتطرف extremist ويميني right wing The suspect who stood silently during the brief hearing in Christchurch was remanded in custody without a plea and is due to appear in court again on 5th April والمتهم الذي وقف صامتا أثناء جلسة الاستماع القصيرة في Christchurch أبقي عليه في الاعتقال أو رهن الاعتقال دون أن يسمح له بإبداء رأيه في التهمة plea تعني الإعلان عن رأي المتهم أو رأي دفاعه في التهمة هل هو متهم أو غير متهم ومن المتوقع أن يظهر في المحكمة مرة أخرى في الخامس من أبريل is due to appear is due to appear hearing hearing جلسة hearing جلسة في محكمة hearing brief brief قصير suspect متهم the court judge ruled that the suspect's face should be pixelated in photographs and filming to preserve his fair trial rights The court judge The court judge قاضي المحكمة حكم بأن صورة أو صور وفيديو وجه المتهم يجب أن تخفى للحفاظ على حقوقه في محكمة عادلة تراير طريق حقوق محكمة عادلة طريق محكمة تراير محكمة فار عادل pixelated تعني أن تخفى أن تقسم الصورة إلى pixels إلى مقاطع صغيرة لكي تخفى هوية المتهم هذه الصورة توضح معنى pixelation